في عنويل نشرة قبوط داعش بقبضة الجيش بدءوا إجلاء المسلحين والمدنيين من دارية المحاصرة تنفيذاً لاتفاق مع الجيش السوري فيه بنت قائد الفرق الرابعة عم تتكلم هي بلسان بشار الأسد اتفقوا أنه نطلعوا المدني بكرة ونحن نطلع بعد بكرة وقالت لنا أنه هاي آخر مرة بفوضونا فيها كاري والأفروف يجتمعان على سوريا لعنات بسيل بالثلاثة وملعون مننا كل واحد بحاول يقتلعنا من الحكومة بععدة جلسات غير ميسائية لألف موسيقى موسيقى أهلا بكم إنجاز نوعي جديد لاستخبارات الجيش في إطار مكافحة الإرهاب تمثل بإلقاء القبض ليلة أمس على مسؤول عمليات التهريب والتمويل في تنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي خالد وهو السوري ييكاف الملقب بأبو بلال القبوط وقد جرى توقيفه متخفيا بعد عملية رصد ومتابعة كما أوقفت استخبارات الجيش في الكورة سوريين كانا يعملان على خلط بعض المواد المتفجرة في محيط مشروع السنابل في دده وأحلتهما إلى التحقيق في المواقف السياسية الملتهبة تصريح للوزير جبران باسيل أنزل فيه اللعنات بالثلاثة على من يحاول اقتلاع التيار من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثقي ومن مجلس النواب لإقرار قانون غير ميثقي ومن الحكومة بعقد جلسات غير ميثقية لافتا إلى أن الرد سيكون عبر القضاء وعبر الشارع إذا لزم الأمر سوريا دخل اتفاق دارية بين المسلحين والجيش السوري حيز التنفيذ اليوم مع دخول حافلات الهلال الأحمر السوري إلى المدينة المنكوبة والمحاصرة منذ أكثر من أربع سنوات لإجلاء نحو سبعمائة مسلح إلى إدلب ونحو أربعة ألاف مدني إلى مراكز إيواء قريبة يسيطر عليها النظام التطورات السورية الميدانية والسياسية حضرت أيضا في جناف على طاولة المحادثات بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا إذن بدء عملية الإجلاء في دارية وروسيا توافق على هدنة إنسانية في حلب بدأت عملية الإجلاء في مدينة دارية مع قل الجيش الحر في الغوطة الغربية قرب دمشق وذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية والفصائل المقاتلة في المدينة المحاصرة منذ عام 2013 ويقضي الاتفاق بخروج سبعمائة مسلح مع سلاحهم الفردي من دارية إلى مدينة إدلب وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل فضلا عن خروج أربعة آلاف مدني إلى مراكز الإيواء في مناطق سيطرة النظام في بلدة صحنايا بريف دمشق وذلك بضمانات وإشراف الصليب الأحمر الدولي وقد ظهر تسجيل صوتي لأحد المقاتلين في دارية أعلن في خلاله حيثيات المفاوضات التي جرت مع الحكومة السورية كان في بنت قائد الفرق الرابعة عم تتكلم هي بلسان بشار الأسد اتفقوا أنه نطلع المدني بكرة ونحن نطلع بعد بكرة يعني ما في مفر من هالشغل والله يا صاحبي بدنا نطلع يعني بدنا نطلع وقالت لنا أنه هاي آخر مرة بفوضونا فيها ما رضينا بدون إبادة كاملة لكل دارية كان في مفاوضات لجيش الإسلام اليوم الصباحة كمان الشياد جيش الإسلام أنه حاولوا يضموا دارية لمفاوضات دونما بس النظام مرضي قال لهم دارية خط أحمر مرضي يعني بدوا إياها ما بدوا لا إنسان بي دارية وقد وصلت التواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر السوري وحافلات كبيرة إلى دارية استعدادا لتنفيذ الاتفاق في هذه المدينة التي كانت شهدت أولى الاحتجاجات ضد نظام الرئيس أبشار الأسد ويأتي اتفاق دارية في الوقت الذي وافقت فيه روسيا على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب السورية المقسمة للسماح بتوزيع المساعدات فيما تنتظر الأمم المتحدة ضمانات أمنية من الأطراف الأخرى التي تقاتل على الأرض ولدارية من جملات تحية خصها بها عبر تغريدات على تويتر قائلا التحية كل التحية لدارية لصمود أهلها الأسطوري على مدى خمس سنوات التحية كل التحية لتنسيقية دارية المثالية لمجلس وطني ثوري حقيقي للشعب السوري المناضل وأضاف كل العالم تآمر على الشعب السوري وتركت دارية وحدها تواجه وتقاوم تحالف جهنم من كل حد وصوب الكلمات تعجز عن وصف هذا الصمود الأسطوري قالها أحدهم باق وأعمار التغاط قصار واعتبر جملات أن دارية اليوم هي الساحة الحمراء للشعوب المقهورة أما الساحات الأخرى فهي ساحات الاستبداد والقهر سياسيا يعقد وزيراء خارجية أمريكا وروسيا جون كاري وسيرجيل أفراف محادثات في جناف بشأن إعادة إطلاق العملية السياسية في سوريا ويبحث لقاء الأفراف كاري في إزالة العقدات من طريق تنفيذ الخطة الأممية للتوصل إلى هدنة أسبوعية مدة 48 ساعة إضافة إلى تطوير التنسيق في القتال ضد الجماعات الإرهابية في سوريا وكان الأفراف قد شدد قبيل وصوله جناف على ضرورة أن يفي الأمريكيون بوعدهم بالعمل على فصل المجموعات التي يدعمونها عن جبهة النصرة في تركيا قتل ثمانية من قوات الشرطة وجرح 45 على الأقل في تفجير بسيارة مفخخة استهدف مقرا لقوات تدخل السريع التابعة للشرطة في ناحية جيزرا من محافظة شيرناق الواقع جنوب شرقي البلاد على الحدود مع سوريا والعراق وتوقت قوات الأمن التركية موقع الانفجار وبدأت حملة تفتيش واسعة بحثا عن منفذي الهجوم الذي أدى إلى تدمير المقر العام لقوات مكافحة الشغب وتحطم نوافذ العديد من المنازل والمحلات التجارية المحيطة وذكرت وكالة الأندول أن المعلومات الأولية تشير إلى ضلوع حزب العمال الكردستاني في التفجير الذي يأتي بعد يومين على بدء القوات التركية حملة غير مسبوقة في سوريا تستهدف تنظيم داعش وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا محليا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يلعن كل ما يحاول اقتلاع التيار الوطني من المؤسسات الدستورية ويقول في خلال حفل عشاء لقطاع الانتشار في التيار لا مرسومة سيصدر عن الحكومة من دون موافقتنا ملعون من الله كل من يحاول اقتلاعنا من هذه الأرض وملعون مننا كل واحد بيحاول يقتلعنا من رئاسة الجمهورية ليجيب رئيس غير ميسائي وملعون مننا كل واحد بيحاول يقتلعنا من مجلس النواب لأنه عم يعمل قانون غير ميسائي وملعون مننا كل واحد بيحاول يقتلعنا من الحكومة بععد جلسات غير ميسائية لقلق ومطعون فيها للحكومة وبقراراتها بإصدار أي قرار غير ميسائي وهي ده الطعن نحن بدنا نمارسه بحقنا بدنا نمارسه أول شيء بالمؤسسات وبدنا نمارسه تاني شيء بالقضاء لأنه ما بيطلع ولا مرسوم ما في موافقة لقلنا عليه وما أنه موقع منا وهي ده الطعن إذا لزم الأمر بدنا نمارسه بالشارع رفع وزير المالية علي حسن خليل صباح اليوم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017 وأمل خليل من مقام المجلس أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول تعليقا على مجريات جلسة مجلس الوزراء التي قاطعها وزراء التيار الوطني الحروة تشناك أمس قال رئيس مجلس النواب نبيه بر للنهار أخبروني ما هي الفائدة التي يمكن أن نحصلها من تعطيل الحكومة سوى توقيف أعمال المواطنين وقضاياهم الحياتية اليومية ووصف الحكومة واستمرارها بأنهما القشرة الأخيرة لوجه الدولة أوضح الوزير محمد فنيش لصحيفة الجمهورية أن حضور حزب الله في جلسة الحكومة أمس هدفه إظهار حرصه على عدم تعطير الحكومة وفي الوقت نفسه من أجل إقناع مجلس الوزراء بأن لا يذهب نتيجة تداعيات الأزمة القائمة ومن ثم مقاطعة الوزراء إلى مزيد من التصعيد والتأزيم متطوع الدفاع المدني ينهون اعتصامهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة وحفنة تراب إلى الشهيد وعود الرئيس نبيه بري لمتطوعي الدفاع المدني أسفرت فك اعتصامهم في سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وإزالة خيامهم إلى حين البت في قضيتهم تشرفنا بلقاء دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري اللي اتصل بسعادة المدير العام العميد رمون خطار لنحن ملء السكة بخطواته ونعرف أنه عمشتل على الموضوع مثل ما نحن حابينه أكتر فتم الاتصال واستفسر دولة الرئيس وين بعد فيه شوية صغرات بموضوع المتطوعين وابدى رأيه وعدنا وعد سعادة المدير أنه حيتابع الأمور بمجلس الخدمة المدنية مع الاستاذفات مع ويدان كان رفيقي معي بهذا المشروع المشروع اللي هو ديسبيت المتطوعين بالدفاع المدني فهو اللي علوه شهيد صغر أنا أخذه معي شوية تراب الجنوب اللي هو فيه شهادي كمان هذا تراب رشهم على ضريح حفنة من تراب الجنوب حملها المتطوع جميل سري الدين ونثرها على ضريح رفيقهم شهيد الواجب ليتم من بعدها إنهاء اعتصام استمر أسبوعين من دون الوصول إلى حلول بل إلى وعود زار وفد من تجمع الأطباء في لبنان برئاسة الدكتور غسان جعفر نقيب الأطباء الجديد البروفيسور ريمون صايغ وسلمه مشروع التجمع لتعديل قانون إنشاء النقابة ونظامها الداخلي والذي يلحظ توحيد نقابتين الأطباء في بيروت وترابلس في نقابة واحدة مع فروع منتخبة في المناطق وقد أبدى النقيب تأييده طرح التجمع الوحدوي وزيادة المعاش التقاعدي إلى ألف دولار وفصل الجمعية العامة الانتخابية عن الجمعية المخصصة لنشاطات النقابة وأشار الصايغ لأن مجلس النقابة يعكف على إيجاد الحل القانوني لموضوع براءة الذمة المالية للعام الماضي التي لم تقرها الجمعية وللعام الأسبق المطعون بها من قبل التجمع عرضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لأسر الجندي الإسرائيلي شاول أرون خلال عملية نفذتها مجموعة من نخبتها أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام 2014 وأبثت كتائب القسام شريطا مصورا تضمن تفاصيل عملية جديدة لتسلل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة وأكدت أن المشاهد المعروضة من العملية التي أسر فيها الجندي الإسرائيلي حقيقية وأسفرت عملية التسلل أنذاك عن مقتل ثمانية جنود بادرهم مقاتلو القسام بإطلاق النار مباشرة ومن مسافة الصفر كما استشهد في العملية قائد المجموعة الشهيد أحمد الشماصي قضى نائب وزير داخلية بوليفيا رودولفو إيلانيس بعد تعرضه للضرب على يد عمال المناجم المضربين عن العمل وكان المتحدث باسم الحكومة البوليفية قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق إن عمال المناجم المضربين خطفوا إيلانيس وأنه قد يتعرض للتعذيب على أيديهم في باندورو التي تبعد نحو 160 كم عن العاصمة وتحولت احتجاجات عمال المناجم المطالبين بتعديل قوانين التعدين في بوليفيا إلى أعمال عنف هذا الأسبوع بعد إغلاق طريق سريع وقتل عاملين الأربعاء الماضي برصاص الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو قتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم على مطعم تبنته حركة الشباب المجاهدين وذكرت مصادر في الشرطة أن الهجوم بدأ مساء الخميس بتفجير سيارة ملغمة في محيط مطعم وفندق بنادر المطل على شاطئ ليدو ثم اقتحم مسلحون مبنى المطعم وتحصنوا فيه وتوقت قوات الأمن الصومالية المبنى واشتبكت مع المسلحين على مدى ساعات ولاحقا أكد مسؤول في شرطة المدينة لبكالة الأنباء الصومالية أن حصيلة القتلى هي خمسة مدنيين ورجل أمن في بلجيكا قتل شخص وجرح أربع آخرون في انفجار وقع بمركز الألعاب الرياضية في بلدة شماي جنوب البلاد ورجح مسؤول في مركز إدارة الأزمات في بلجيكا أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز ولا توجد دلائل على أنه هجوم إرهابي كان في النشرة قبوط داعش بقبضة الجيش بدء إجلاء المسلحين والمدنيين من دارية المحاصرة تنفيذاً لاتفاق مع الجيش السوري فيه بنت قائد الفرق الرابعة عم تتكلم هي بلسان بشار الأسد اتفقوا أنه نطلعوا المدني بكرة ونحن نطلع بعد بكرة وقالت لنا أنه هاي آخر مرة بفوضونا فيها كاري والافروف يجتمعان على سوريا لعنات بسيل بالثلاثة وملعون مننا كل واحد بحاول يقتلعنا من الحكومة بععد جلسات غير ميسائية لألاف لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي وعلى الفيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز إلى اللقاء في نشرة الثامنة إلى عشر دقائق